اهلا بكم الى نصرة الاخبار المحلية من قناة الشروك الضوها بالعناوين اتحاد العلماء يدعو الى تجنب خطاب الكراهية وانعكاسات على المشهد السياسي بالبلاد ووضية العون الانساني تناشد المنظمات بالتدخل لمقابلة حاجة العائدين بجنوب كردفان لا تكسل تفتتع عددا من المرافق التعليمية بتكلفة 6 ملايين جنيه اهلا بكم دعا الاتحاد السوداني للعلماء والايمة والدعاة الى نفذ الخلافات وتجنب الافكار التي تهدد وحدة وتماسك المسلمين بالبلاد وقال نائب الامين العام للاتحاد السوداني للعلماء والايمة والدعاة جسم الله عبدالغفار في مؤتمر صحفي ان الاتحاد انشئ حديثا لتوحيد كلمة اهل القبلة ومحاربة خطاب الكراهية وانعكاسات على المشهد السياسي بالبلاد واشار الى اهمية توجيه الايمة والدعاة وتمكينه بنصر الدعوة ورسالة التوحيد وقالنا الخلافات في الفروع لا يفسد للود قضية نسعد باذن الله تعالى ان تجتمع كلمة الامة وان تسعى لنهضة الصف ويحدة الكلمة وهذا الخطاب دور في التوجيه وهو ما هو الا قطرة في بحر يجتمع فيه كثير من الناس العلماء والاهمة والدعاء والاحزاب لنجمع كلمتنا ونوحد صفنا وننهض بامتنا نسأل الله سبحانه تعالى انجمع الصف ويوحد الكلمة هو لي ذلك والقادر عليه واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين الى ذلك حذر الرئيس الاتحاد السوداني للأيمة والدعاة نعمان محمد صالح من تعالى صوت الكراهية ضد الاخر وقال بان الخطاب يعود بالناس الى عصر الجاهلية ودعا الى ضرورة الابتعاد عن صفات التحكير والاستهزاء والاقصاء ودعا الى عدم الالتفات الى الماضي نحن كمسلمين وديننا يعيش فيه اليهود والنصراني ويعيش فيه غير ذلك والدين اعطى حقوقهم فلا نعتدي على اخرين ولا نقبل ان اعتدى علينا في ديننا فالكراهية كلها خطاب يشير الى ملة من الملل بالاسعة افتتحت ولاية كسل عددا من المرافق التعليمية بمحليات كسلة وريف الجربة وريف كسلة وشملت المرافق مدرستي اساس وتوزيح حكائب مدرسية للطلاب وقال رئيس مجلس ادارة منظمة الفجر الخيرية ان تكلفة المشروعات بلغت اكثر من 6 ملايين جنيه عبارة عن منحة من خيرين من دولة الامارات العربية المتحدة في ظل الظروف المتعاقبة التي تأثرت بها البنية التحتية لتعليم بولاية كسلة خلال العوام الماضية جرى تعرضها لسيوليو الامطار وفي ظل هذه الظروف ظهرت بعض المنظمات المنفذة لعددين من مرافق التعليم منظمة الفجر الخيرية اسست مدرستا للأساس بمدينة الكربة واخرى بكسلة بجانب تشهيد سوري مدرسة الشريفية الثانوية وغضرحت المنظمات في عبالية التنفيذ كل المواصفات المطلوبة هذه المدرسة كانت المنطقة في حوجة سديدة لها نسبة لان سكنات الجيش خارج الحامية والمدرسة القديمة كانت بتبعد غرابة كيلو نص وهذا مما يجعل المعلم والتلميز يعاني من البعد أجمل ما في الأمر أن هذه المدرسة صممت وانشئت على نظام الستة فصول ونظام الستة فصول نحن بصدد الآن التغيير الذي سيحدث في العام المقبل بإذن الله بدخول المرحة المتوسطة تعتبر هذه أول نواة في ولاية كسلة للمدرسة الابتدائية ويبدو أن منظمة الفجر التي امتد عملها لأشمال عدد من الولايات أنفذت العديد من المشاريع الخيرية بولاية كسلة معتمدة في تمويلها على المنظمات الخيرية من الدول الصديقة تتكون من ستة فصول وثلاثة مكاتب بالإضافة إلى الحمامات والسور الخارجي واليوم نفتتح كذلك مدرسة أبو السعود تتكون من ثلاثة فصول وحمامات هذا المشروع ممول من جمعية دبي الخيرية من دولة الإمارات العربية المتحدة وبتمويل مقدر يتعدى لحوالي ستة مليون جنيه سوداني ما تقوم به المنظمات من عمل يتعلق بتشهيد دور التعليم ينبغي أن يصحبه عمل متكامل من السلطات يعنى بتوفير البيئة المدرسية الجيدة للطلاب والمعلمين في ظل الواقع الآليم الذي يعانيه الاثنين معانا ولاية تعمل جادة لكن ضيغ ذات اليد وهناك أشياء كثيرة جدا في وزارة التربية والتعليم الآن نحن في تحدي نتحدث عن مجانية التعليم في الأساس وإلزامية التعليم في نفس الوقت ولدينا هذه العوايغ التي هي أمامنا فلا يمكن أن يستغيم الأمر بهذه الحالة لكن نطمح أن يكون لهذه الأمور كلها معالجات في المستقبل الغريب المعلم في هذه المحلية يحتاج لشيء من الترتيب لأن حقيقة مسافات مدينة خشم الجربة بعيدة من بعض نجتهد نحن وهم في أنه نحن نعمل لنا شكل من أشكال ترتيب الترحيل للمعلمين من وإلى المدارس لأن حقيقة المسافات بالنسبة لهم بعيدة دعت حركة المستقبل للإصلاح والتنمية لنبذ الحرب والإرهاب وكافة أشكال العنف والكراهية وقال رئيس لنية التحضيرية للمؤتمر التأسيسي للحركة ناجي مصطفى في مؤتمر أنهم سيعملون على استقرار الفترة الانتقالية وتنفيذ توجهات الحركة من أجل وحدة التيارات السياسية لبناء تيارات وأحزاب تعتمد الحوار والديمقراطية والحرية منهجا ودعا إلى فتح صفحة جديدة مع دول العالم تعتمد مبضى الصداقة والأخوة الإنسانية إن رسالتنا للمستقبل ونحن حركة المستقبل تتلخص في الآتي واحد سنعمل على أن لا يكون الجيل الناهض اليوم وقودا للعنف في المستقبل ثانيا سنكون حاجزا دون تشضر السودان وتقسمه في المستقبل ثالثا سنعمل جاهدين ضد كل أشكال التمييز العنصري رابعا سنعمل على بناء اقتصاد سوداني قوي ومعافع خامسا سنعمل جاهدين من أجل إحداث إصلاح سياسي شامل في السودان سادسا سنعمل على استقرار وسلامة الفترة الانتقالية سابعا سنراجع ونصحح التاريخ السوداني وكان مجلس شؤون الأحزاب السياسية قد أشرف على مجرية المؤتمر من حيث الدستور والقانون والنظام الأساسي والعضوية بغرض إجازة النظام الأساسي وتشكيل الهياكل الإدارية المرجعية في الوصول إلى القرار الدستور وقانون الشؤون الأحزاب السياسية والعياته والنظام الأساسي من حزب المعنى بالمعنى 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 بالبحث أو النزاع كيف ما يكون قرارة المجلس مع حيثيات توزع على الأطراف المعنية بالأمر تساعدهم للطعن أمام الحاكم أكد ولي جنوب كردوفان أن العايدين استجابوا لنداء السلام ومبادرات الأطراف من أجل تحقيق الاستقرار والتنمية وكانت مفاوضية العون الإنساني بجنوب كردوفان استقبلت أكثر من مائتي أسرة عائدة من مناطق سيطرة الحركة الشعبية بمحلية البرام وإشار الوالي إلى جهود حكومته لتهيئة مناخ العودة الطوعية والتواصل الاجتماعي من أجل إحلال السلام المستدام هذا المنظر الأهل الموجود أمامنا أنه هؤلاء الأهل أنه خلاص رجعوا إلى أهلهم وبيجي التداخل بولاة عادي ونحن تحدثنا معهم أنه عملية السلام دي لا بد من أنه تكون ديناتنا يعني قبل أنه يضل العملية بتاعت السلام بتاعت جنوب السودان أنه نحن هنا ده يكون في الولاية خلاص بيجينا في سلام بيجينا عادي الأهل يتواصلوا مع بعض أي جنسل أهلهم أي جنسل داري العالي التواصل بيجي بفتح أسواق عدة في مناطق عدة وهذه الأسواق حقيقة هي بدأت تستغر بين الأهل بيجيناتهم وبدأت نلتقوا وكان أول لغاء هو في المنطقة الجنوبية في منطقة البورام من جانبه ناشد مفاوض العون الإنساني بجنوب كردوفان خضر حسين المنظمات الوطنية والأجنبية والوكالات الأممية العاملة بالبلاد التحرك وتقديم التدخلات المطلوبة في المسارات الإنسانية والتنموية ذلك لمكابلة حاجة العيدين والنازحين إلى الغذاء والإيواء والخدمات الأساسية في استقبال أعداد كبير جدا جدا من المواطنين الأقادمين من 8 قرى من محلية البورام وتقريبا من بارح من الساعة 8 صراحة لغاية الساعة 4 من الساعة العدد حصل 278 فرق الآن لغاية الآن العدد حصل 485 فرق ونحن الشيء الموصف أنه في المفاوضية ما عندنا أي شيء يعني كمخصول استراتيجي أنه نحن ما عندنا حاجة لكن الحمد لله عملنا اتصال بأخواني في أوشا بمجمع من المنزلات ويتحركوا الحمد لله كتن خير من أخواننا في شركاء الإنسانية أخواننا في جروب الإيثان يتحركوا ويجاوموا من المنزلات المنابس أن آلت سيد الوالي من قيادة الفرق برعلينا بخمسون شعب تعزورة ونحن عزيزين نوجه نداء لأخواني في كل الوكالات الأممية لكل المنظمات الدولية والوطنية في أن يتحركوا ويحصلون لأدنى العدد كبير جدا جدا ضبطت السلطات بأمرواب عربة تحمل أسلحة مهربة وكانت في طريقها إلى مناطق حدودية بشرق السودان وكشفت السلطات بأن المتهمين سيتم حالتهم إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات العدلية في حقهم ضبطت قوات الدعم السريح أسلحة ومستحضرات تجميل مهربة وثم نوالي الشمال دارفور المكلف مالك الطيب خوجلي دورة دعم السريح في قفل الطريق أمام المهربين وتجار المخدرات والأسلحة والاتجار بالبشر والجريمة العابرة ووجه الوالي بمواصلة حملات ضبط الأسلحة غير المكننة المخدرات ومكافحة الجريمة وأشدد على إنزال أقسى العقوبات على تجار السلاح وحسم ظاهرة تجارة مستحضرات التجميل هو عمل وطني كبير يصب في متطلبات الفترة الانتغالية الحالية التي تحقق السلام والعدالة والحرية والطمانين للجميع إذا تكلمنا عن هذه الأسلحة ضبطيات في الأسلحة يمكن لدي دور كبير جداً اللي هي أن إحنا الآن بنحاول نؤمن أبنانا وأخواننا كلهم في ولاية شمال دارفور وخاصة نحن في موسم زراعي يتطلب حماية كبيرة للمزارع حماية كبيرة للراعي فأنا أتمنى أن تستمر هذه الحملات ويقبضوا على أي سلاح غير مغنن من جانبها أكدت قوات الدعم السريع يقذتها وجاهزيتها لحماية الاقتصاد الوطني من المتلعبين والمهربين وجدد كائد الدعم السريع قطاع شمال دارفور جد حمدان جدد تمسك الدعم السريع بموادئه لتحصين معابر ومداخل التهريب والجريمة العابرة لحدود البلاد ياهو الفعل والله نحن جاهزين سيد الوالي نحن جاهزين بكل عينا لشعب تعمين هذه الحاجات السالبة والله نحن عينا نفتح ليلول ونحارا بها هي تجارة البشر أما تجارة المخدرات أما الهجرة الغير شرعية نحن والله نجاهزين لها عينا نفتح تماما ولا نايميل ليل ولا نحارا وهذا شغل قدامكم ونحن أقول لك السيد الوالي يعني نحن ناس عمل النشرة المحلية متواصلة معكم وفيها بعد قليل الولاية الشمالية تستضيف الاحتفال باليوم العالمي للسكري بحضور مختصين وممثلي دول أهلا بكم من جديد في النشرة المحلية ولكن عقب الفاصل كشفت لجنة فعليات اليوم العالمي للسكري أن احتفال هذا العام يشمله مرسونا لتعزيز أهمية المشي والرياضة لمرضى السكري واشارت اللي نتويل أن الولاية الشمالية تستضيف اليوم العالمي للسكري بحضور مختصين وممثلين لعدد من الدول وقال أمين عام منظمة تعزيز السكري سر الخاتم اسماعيل أن الاحتفال استضيفه مركز الشيخ الجميح لأمراض وجراحة السكري بضنغلة والذي يعد أكبر المراكز بالسودان واشارا إلى خطورة نسب الإصابة بالمرض بالشمالية الحقيقة في هذا المرسون في هذا اليوم بالذات يعني لعكس أهمية الرياضة وأهمية السكري وللتوعي بهذا المرض الذي انتشر بصورة واسعة وتقريبا عندنا في السودان هنا يتراوح مرضى السكري بين 7 إلى 10% من تعزيز السكان ما يعادل من 3 إلى 4 مليون مرض وهذا المرض في تزايد ونحن في هذا اليوم نعكس للمواطنين الكرام بهمية هذا المرض وهمية الوقائة من هذا المرض بممارسة الرياضة والأكل الصحي والتوعي بهذا المرض وزعت منظمة أبناء عروس الرمال للتنمية والتدريب بشمال كردفان أكثر من 12 ألف كتاب مدرسي لعدد 16 مدرسة أساس وسانو بالولاية بمبلغ يتجاوز الاثنين مليون جنيه وأكل والي شمال كردفان المكلف الصادق الطيب أن أبناء الولاية ظلوا يدعمون جميع برامج نهضة وتنمية شمال كردفان وأشار إلى التدخلات التي تقوم بها منظمات المجتمع المدني في شتى المجالات من أجل خدمة إنسان الولاية بإذن الله تعالى نحن في حكومة الولاية الوصول بالتعليم لعهده السابق أن نصل إلى مجارية التعليم أن نصل إلى تأسيس التعليم على الأسس التي تربي النشء إلى ما نصب إليه لخدمة هذا البلد الطيب المعطاء الشكر لكم إخوتي في منظرة العروس الرمال الأرى مثل هذه الأفعال التي يقوم بها المجتمع المجتمع من أبناء الوبيض الاجتمع من أبناء الولاية الشمال كردفان قاطبة سواء كان داخل الولاية أو داخل الغطر أو خارج الغطر الحقيقة كل الناس قلبهم على الولاية كل الناس قلبهم على المواطنين من جانب يحيى مدير عام وزارة التربية والتوجيه عبدالواحد حمد النيل دورة أبناء الشمال كردفان بالداخل والخارج وأشار إلى أن توزيع الكتاب المدرسي يعزز من جهود تطوير التعليم ويصهم كثيرا في سد النقصة وأكد استقرار العام الدراسي بالولاية هذه المرحلة الكتب التي ستوزع غاربت تكلفتها الـ 2 مليار و 340 ألفين وهي المرحلة الأولى سننطلق إن شاء الله في المرحلة الثانية بتغطية بغية المدارس ومن ثم الانتقال إلى بغية مدن الولاية حتى تنتشر المساعدات المقدمة من المنظمة وفي ختام النسرة المحلية إليكم تسكيرا بالعناوين اتحاد العلماء يدعو إلى تجنب خطاب الكراهية وانعكاساته على المشهد السياسي بالبلاد فوضية العون الإنساني تناشد المنظمات بالتدخل لمقابلة حاجة العيدين بجنوب كردوفان أولاية كسلة تفتتح عددا من المرافق التعليمية بتكلفة بلغت 6 ملايين جنيه نهاية النشرة المحلية للمزيد من المعلومات والأخبار يمكنكم زيارة موقع الشروف دوتنر إلى اللقاء اشتركوا في القناة